موسيقى جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها انتشار العنف يؤثر في الأداء المدرسي للأطفال الأصحى جاء في تفاصيل الخبر كشف دراسة أمريكية حديثة النقاب عن أثر العنف والجريمة في المجتمع على الأداء الأكاديمي للطلاب في المدارس إذ أوضحت أن العنف يؤثر على نوعية النوم ويساعد في إفراز هرمونات من شأنها أن تحدث خللا في الأداء الدراسية اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية تناول العنب يوميا يحمي القلب والشرائين ويساعد في منع تلف الخلايا كشفت دراسة جديدة أن تناول العنب مع العشاء يمكن أن يقلل من خطر الموت من جميع الأسباب خاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية وأضح الباحثون أن العنب الأحمر غني بمواد مضادة للأكسدة التي تساعد في منع تأكسد الخلايا وتلفها ونطالع من صحيفة الغد الأردنية حقيبة اليد الثقيلة تهددك بألام الظهر خلص أطباء إلى أن حمل حقيبة اليد الثقيلة على كتف واحد فقط باستمرار قد يتسبب في الإصابة بشد عضلي وألام بالظهر بالإضافة إلى الإصابة بالصداع ونوبات الصداع النصفي ولتجنب هذه المتاعب ينبغي حمل حقيبة اليد الثقيلة على الكتف الأيمن تارة والكتف الأيسر تارة أخرى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نشاط الأطفال يحد من التدهور المعرفي عند الكبر أظهر دراسة كندية حديثة أن النشاط البدني في مرحلة الطفولة قد يساعد الدماغ على بناء احتياطي معرفي يمنع الإصابة بالتدهور المعرفي عند الكبر وتنصح منظمة صحة العالمية الأطفال والشباب بممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميا وختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية رفت الجفن مشكلة بسيطة أم مقلقة تعد تشنوجات الجفن من الأمور الشائعة التي تحدث مع عدد كبير من الأشخاص لكنها في كثير من الأحيان قد تكون دليلا على علة أو مشكلة ما ويقول الأطباء أن التخلص من هذه التشنوجات يكون من خلال تخفيض كمية تناول الكافاين